موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير ومشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فيد واستفيد اللي يقدم موضوعات اقتصادية وخدمية متنوعة في إطار جهود ونشاطات وزارة الاقتصاد والتجارة مشاهدين الكرام اليوم موضوعنا سنتناول فيه شيء له اتصال مباشر بك عزيزي المستهلك بشكل يومي وهو رسوم المواقف والتدابير التي تحكم كفاءة وفعالية استغلال المواقف لإدارة العرض والطلب ولتحسين السلامة على الطرق وما تضيفها أيضا من انسجام داخل المدينة من خلال انسيابية الحركة المرورية وهذا ضمن المبادرة التي قدمتها وزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الاتجاه ويسعدنا أن الصديف اليوم السيد ناصر علي بوهندي مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق في وزارة الاقتصاد والتجارة يا مرحبا بك أخوي ناصر وشرفتنا في برنامج في دوستوي يا مرحبا بك أخوي صباح والأخوة المجتمعين الله يحييك أخوي ناصر في البداية تعرفنا عن هذا الموضوع بشكل عام عن المشكلة التي كانت موجودة وشفتوها في الفترة الأخيرة وهي مشكلة المواقف دعنا نتكلام بشكل عام عن المواقف المواقف طبعا فيها المواقف للمجمعات والمواقف العامة وفيها المواقف التي هي في الجهات الخدمية طبعا في السابق وجدنا أنه ما فيه تنظيم ما فيه انسيابية في الحركة المرورية مما أعطى الفرصة لبعض السواقين من جنسيات أخرى أنهم يجون يصفون في المواقف هذه بدري وعشان يطلع من المواقف يطلب منك عساسي أنه بمقابل مبلغ معين جاءت الشركات وقدمت الخدمة هذه أنه خدمة المواقف وصف المواقف وصف المواقف للتحكم في عملية الدخول والخروج طبعا في السابق كانت المواقف في المجمعات التجارية كانت ما يحكمها شيء طبعا وكانت انسيابية الحركة المرورية داخل المجمع يعني غير منتظمة تماما وكان لين جات الشركات ومسكت الإدارة هذه ونظمت العملية لدرجة أنهم ركبوا أجهزة تعرف قبل ما تدخل المجمع كم المواقف اللي فاضي على أساس أنك تقدر تشغل احنا لاحظنا أن طبعا هذه الشركات حطت رسوم بس لاحظنا أن الشركات قامت ترفع بشكل غير بشكل مبالغ فيه فعملنا دراسة مستفيضة من الموضوع والدراسة هذه شركنا فيها جهات الدولة عديدة بالدولة وإضافة إلى أن عملنا دراسات مقارنة في الدول المجاورة والدول الأجنبية ورسينا على السعر العادل اللي يكون يخدم المستهلك ويخدم الشركة اللي تقيم على إدارة المواقف فحطينا السعر طبعا أول نص ساعة مجانا خليناها فري أول نص ساعة مجانية تكون عند المواقف الـ VIP ومواقف الركن العادي ولا فقط عند الركن العادي لا بالنسبة للمواقف اللي هي المواقف العادية مش خدمة تركنا السيارة بالنسبة للمواقف تجي تركن سيارتك عندك نص ساعة مجانية جميل تنحسب بعدها على كل ساعة الساعة الأولى ريالين والساعة الثانية ريالين والساعة الثالثة والرابعة ثلاث ريال ثلاث ريال طبعا يبتدي من الساعة الخامسة خمسة ريال طبعا إحنا وضعنا في الحسبان أن المستهلك لما يجي ما راح يقعد أكثر من أربع خمس ساعات في المجمع وحطينا الحد الأقصى للسعر للتسعير الشركة هذه تفرض السعر له سبعين ريال حتى في حالة أنك فقدت البطاقة يأخذون منك سبعين ريال وهذا السعر العادل جميل أنا خبر مرة ضاعت مني التذكرة نفسها تفع تقريبا 100 ريال هذا السعر جدا مبالغ فيه وحلو أن تلتفتهم لهذه الأمور وخي ناصر ويتم أيضا الحزم في هذه الأمور لأن في النهاية دعم وزارة الأقتصاد والتجارة مهم خاصة في هذه الأمور حتى لا يصير تلاعب وارتفاع في الأسعار للمواطنين والمقيمين صحيح أنا ما أبقى كيرا يا أخي صباح طبعا إحنا نترك هاي رسالة للمستهلك تبين أنت يا مستهلك تعال تسوق بثقة خذ راحتك ترى إحنا معاك لا يتزاك بخير فإحنا وضعنا طبعا هذه التسعير اللي وضعتها عن طريق وضعناها عن طريق لجنة تعيين لحد الأقصى الأسعار هي كحد أقصى فالمزود اللي هو مزود الخدمة هذه لو افترضنا قلنا الساعة الأولى ريالين ممكن هو ينزل إذا هو حاب ينزل عن التسعير هذه عن ريالين بس ما يزيد عنه لكن ما يزيد كحد أقصى جميل جميل نزين أود أن نتكلم عن الأسعار بالنسبة للركن الفي آي بي والركن العادي صحيح بالنسبة للركن الفي آي بي اللي هو الفالي باركينغ هو ستين ريال ستين ريال ستين ريال المستهلك لما يصف السيارة عندها اليوم كله الفي آي بي اليوم كله لكن ما فيه طبعا مستهلك راح يقعد يخلي سيارته ويطلع برها أو يخليها فترة طويلة لكن حطينا كحد ستين ريال عندها اليوم كامل جميل ونفس الشيء خدمة الركن العادية ثلاثين ريال الماكسامل كحد أقصى كحد أقصى وطبعا المزود لازم يضمن حماية السيارة أنه ما يصيدها أي خدش و أي ضرار فإحنا اجتماعنا معهم قالوا زيل إذا هو جابها وهي مشموخة أو مضروبة أنا المزودة الآن بتضرر بقولنا لا صحيح بس أنت أكيد راح تعمل سابق وتوفر كاميرات تضمن لك حقك في حال يسمحني على السؤال أخوي ناصر في حال صار حاجث ضمن أمتلاكهم لهذه السيارة مثلا أنا سلمت الشركة هذه شركة تركن السيارات سيارتي وأثناء صف السيارة صار حادث في سيارتي من اللي يتحمل تكاليف تصليح هذه السيارة؟ اللي يتحمل تكاليف طبعا حسب القرار مواحد قرار لجنة عين الحد لقصة بأسار سنة 2016 اللي هي الشركة المزودة المزودة للخدمة هذه أنت عطيت السيارة أنا عطيتك سيارتي سليمة سليمة ما فيه أنت ترجح لي سليمة ونرفضت الشركة أنا ألجأ حق منها أخوي ناصر طبعا القرار بموادة واضحة وإحنا خبرنا الشركات المزودة واجتماعنا معاهم وقلناهم في حالة أن حصل أي ضرر بعد ما سلمك المستهلك السيارة والسيارة سليمة وأنت تضرر فيها فأنت تتكفل تصليحها كاملة مثل ما ترجحها مثل ما سلمك إياها طبعا إحنا فيه نقطة أحبي توضحها إحنا ألزمنا المزودين للخدمة هذه بما أنهم يقدمون خدمة مقابل رسوم سواء المواقف أو خدمة ركن السيارات العادية والفياي بي طبعا لازم يكون المجمع نفسه مش الشركة اللي هي اللي تدير المجمع ياخذ النشاط هذا يقدم على رخصة بالنشاط هذا بحيث أنه يعطيه حقل للشركة نفسها بحيث أنه يعطيه للشركة وعطيناهم وقت لتعديل وضحهم طبعا الشركات هذه تتعدل وضحها من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية من 1.4.2016 يعني نحن نقول تقريبا 1.6 بيتطبق القرار تقريبا 60 يوم لو بتحسبها من 1.4.2 1.6 يكون كمل شهرين أخو ناصر هل هذا القرار خاص بكافة المجمعات التجارية ورح يدخل فيه أيضا الفنادق والمنتجعات أم لا مقتصر على جانب معين من المجمعات التجارية صحيح حسب المادة اللي جات فيه الغرار أن كل من يقدم خدمة إدارة مواقف مقابل رسوم لازم يرجع للوزارة وزارة الاقتصاد ويقدم على نشاط هذه الخدمة أن يأخذ رخصة وأنه التسجير هذه رح تمشي عليهم كلهم اللي قدمون خدمة المواقف وخدمة ركن السيارات بمقابل رسوم في موضوع آخر أخو ناصر ودنا أن نتكلم عنه تأجير المواقف الخاصة بالمجمعات التجارية لجهات أخرى هل هذا الأمر مسموح فيه كيف طريقته بالنسبة لكم مسموح فيه ولا غير مسموح فيه هذا يرجع إلى هل هذا المجمع قام بتأجير أحداث كبيرة بحيث أنه ما ترك فرصة للمستهلك أنه يحصل مكان ولا هو يعني أخذ جزء بسيط من المواقف وفي كلتا الحالتين هل فيه ضوابط في كلتا الحالتين يجيب العقد هذا ويقدمه للجنة تعيين لحد الأقصى لأسعار عصاسي يقولوني يا جماعة ترى أنا بأخذ مواقف هالكثر فيعرضها للجنة واللجنة تنظر في الموضوع ناصر قبل ما نختم معاك ودنا برسالة توجهها للمستهلكين اللي شاهدوننا الآن من خلال برنامج فيدو استفيد أوجه رسالة لجميع المستهلكين أقول لهم لا تخافون تعالوا في أي وقت وتسوقوا واخذوا راحتكم ترى احنا معاكم ترى اخذوا كنوا على علم أن وزارة الاقتصاد مثلا في قطاع شو المستهلك إداراتها يعني يقومون بمجهود جبار لتوفير الراحة للمستهلك وعطاه احساس لا المزود ولا أي شخص يقدر يتعدى لأسعار أو يرفع لأن هناك فيه تسعيره وثابتة والمستهلك بعد يقدر في حالة أنه وجد أن مخالف أحد المزودين الخدمة رفع لو قلنا نص ريال رفع عن أو ربع ريال رفع مجرد أن يقدر يتواصل بالخط الساخن 16-001 أو وسال التواصل الاجتماعي طبعا الجماعة ممقصرين متواجدين على مدى الـ 24 ساعة والله أنا قل مكان أخي ناصر أنا قلت لك إياه تحت الهواء يعني رسومه جدا عالي خاصة مواقف الفي اي بي فأحنا بننتظر القرار وبننتظر أنه يتمر الستين يوم وإذا كان السعر اللحي نفسه أنا بصور لكم ويأترش لكم في وسائل التواصل الاجتماعي كنا على علم يعني أن المزودين همهم الوحيد أنهم يلتزون بالقرار ذيه لأنهم يوم جوا وقاموا على إدارة المواقف وخدمة الركن هذه هم كان همهم الوحيد توفير الراحة للمستهلك وتنظيم انسيابية المرور بتأكيد أخي ناصر المستهلك هو صاحب المصلحة الأولى وهو أيضا المسؤول عن نقصها بسبب تخصيره في تمسكه في حقوقه سواء لقل الوعي أو لضيق الوقت أو أي سبب آخر لذلك لابد أن يتحمل دوره في حماية حقه ويتواصل أيضا مع القنوات الرقابية الموجودة في الدولة عبر وزارة الاقتصاد والتجارة أو عبر أي وزارة موجودة عندنا في الدولة نشكرك أخوي ناصر على توزك معنا وشكرا على المعلومات التي قدمت لنا الله يخليك شكرا لك كل هذه المعلومات عزيز المشاهد تساهم في رفع وعيك تجاه مالك وما عليك من واجبات وحقوق كمستهلك فأنت الهدف الذي من أجله تسن كل هذه القوانين وتنطلق كل هذه المبادرات والحين مشاهدين الكرام قبل ما نختم معكم حلقتنا خلونا نتعرف على مصطلح هذه الحلقة وهو شكوى المستهلك أو شكوى العميل وهو تعبير عن عدم رضا من جانب المستهلك للطرف المسؤول ويمكن أن يوصف أيضا بالمعنى الإيجابي على أنه تقرير من المستهلك يتضمن وثائق بشكل مشكلة متعلقة بمنتج أو خدمة معينة من بعد هذا المصطلح مشاهدين الكرام وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج فيد واستفيد شكرا لمتابعتكم ونشوفكم على خير الأسبوع الجاي مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر